بعدما اهتزت مدينة الدار البيضاء على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة في السادسة من عمرها طعنها رجل أربعيني متشرد قبل أيام تعالت أصوات سكان المدينة مطالبين بضرورة إيجاد حلول تحمي حياتهم من الخطر محمد خير وتوفيق بادي بات بعض المتشردين والمختلين عقليا يشكلون خطرا محدقا بالبيضاويين ويهددون حياتهم وذلك بعد آخر جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة في السادسة من عمرها طعنها رجل أربعيني يعيش حياة التشرد ما دفع ساكنة البيضاء إلى المطالبة بإيجاد حل أنا بالنسبة لي الحل الأمثل هو أنها تكون مواكبة من الدولة وأنها تضع مصحات إضافية للناس متشردين حقا كيشكلوا خطر على الساكنة والناس بصفة عامة تنشوف هنا بعدما تندل الشارع تلقى المتشردين يعني هنا خطر إنسان باركين بدراري صغار قد يكونوا في سنة ديلة 18 عام سنين خمس سنين تكونوا خطر إنسان تكون تقدر دلشيوم رايت لقاليها غريسيها ولا شي حاجا لا توجد إحصائيات رسمية حول جرائم المختلين عقليا في المغرب غير أن السنوات الأخيرة عرفت تسجيل ارتفاع في جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء على المواطنين من قبل المختلين أما في شق القانون الجنائي فقانون الجنائي حاسم وواضح في هذه النقطة بأن المختل العقلي عندما يقوم بجريمة ارتكاب جريمة أو اعتداء على أي شخص فإن إذا تبت الخلل العقلي لديه أثناء المحاكمة أو في المحكمة فإن القانون الجنائي فيه إحفاءا كليا من العقوبة أو جزئيا وإحالته على المؤسسة المختصة لأمراض العقلية أو النفسية وذلك عن طريق إجراء خبرة طبية دقيقة لذلك المختل العقلي يتجول مئات المختلين عقليا في المدن تعيش غالبيتهم في الشارع وتعرف المراكز الصحية المتخصصة لإيوائهم مشاكل متعددة من بينها عدم توفر الأماكن الكافية وقلة التجهيزات والأطقم الطبية لمواكبتهم لخصنا نعرف أن المتشردين بالإضافة إلى تشاردهم فمعظمهم يعني من مشاكل نفسية بالإضافة إلى الإدمان ومن ثم فهنا اللي كان قصرحونا بوصفنا أخيصائيين نفسانيين خاصنا إعادة تأهيل ديالهم في المجتمع خاصة يعني المجتمع المدني المؤسسات ديال الدولة أنها تقوم بالوظيفة ديالها أنها تحاول تأهلهم جيب أخيصائيين نفسانيين لتحاول تعيد الإدماج ديالهم المجتمع وتحاول اللي مثلا اللي عنده إدمان اللي عنده مجموعة للطربات نفسية نحاولوا أننا نقوموا بالعلاج ديالها ونستدركوا هذا الأمر باش نتفاداه هذا المخاطر اللي كتوقع اللي يصبح هنا وصبحوا بالزبدة الأهالي وحتى الأطفال ولو كيحسوا بالفوبية منه بالخوف من هذ الأشياء اللي كتوقع بالنسبة للدولة هي مسؤولة بوضع ذلك المختل العقليين داخل مؤسسة الأمراض العقلية والأمراض النفسية وكانت هناك أحكام قضائية المحكم الإدارية بالضربدة التي حملت المسؤولية للدولة في وضع ذلك المختل العقليين الذي يجوب الشوارع والذي يشكل خطرا على المارة وعلى المواطنين بصفة عامة ترك العديد من المتشردين والمختلين عقليا يعيشون بحرية تامة في الشوارع بدون حسيب ولا رقيب يؤدي إلى وقوع الكثير من الجرائم بشكل مروع حتى دون دافع في بعض الأشياء